ضد سياسة الهدم والاقتلاع التي تفتك بالمجتمع العربي خرج العشرات في تظاهرة عند مدخل بلدة قلنسوة ضد خطر الهدم الذي يهدد عشرات البيوت في المدينة جاي أوسل صوت للمسؤولين أن دارنا ما إناش غيرها أنا وولادي أنا مرة أرملة وأنا بدي أعيش بداري بأمان ما فيش محل ثاني نروحه ما نناش محل إشي ثاني اللي نعيش فيه غير هالدار اللي بدهم ييجي يهدونا إياها أولاد شاعر فرايم عيشوا بأمان وأولادنا لا ليش؟ ليش؟ لش هم بني آدمين وإحنا مش بني آدمين مثلا؟ نفسنا نفسهم بدنا نعيش بأمان بدنا نعيش بندون كلك، بدون الخوف بتمئنان كل بتمنى أنه يظلوا عايش في البلد لأنه أكل ما فيها في شوارع، في كل شي، في تنظيم، في كل شي متاح في البلد إحنا عايشين هنا من الإجبار يعني من الكهر يعني في الشي بديل، في الشي شي واخرى مرة من 25 سنة نحن عايشين محل مودوننا الهارسة هاي ومعنا رخص وفي دور غيرها معاها رخص والجران اللي أجوا يعني منطهم مش رخص مش لأنهم بدهم مش عملوا رخص لأنه فيش رخص، منطوش مجال لرخص 25 منزلا بني على أراض خاصة، طلق أصحابها أوامر استدعاء تمهيداً لأوامر الهدم مما يعني تشريد المئات من الأهالي في حملة هدم تستهدف الوجود العربي تطبيقاً لقانون كامينتس العنصري الذي يستهدف كل ما هو عربي هي حملة عملياً على البلدات العربية، هدم البيوت، هدم المنازل، مرة عندك خط كهرباء، مرة عندك خط مياه، مرة عندك كامينتس هاي التخطيط المعادي للعرب يجب أن يتوقف وفقط عملياً العمل الجماعي والنضال الجماهير والبرلماني والقانون بإمكانه إيقاف هاي الهجم على البلدات العربية نضال شعبي يقوده الأهالي في قلن سوا بعد أن استنفذت السبر الأخرى في التصدي للهدم فأكثر من خمسين ألف بيت عربي يواجه شبح الهدم بمجاب السياسات العنصرية التي باتت نهجاً تتبعه الحكومة الإسرائيلية